السلام عليكم جميعا قصوان طيبين بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على السورايسيس السورايسيس هنتكلم فيه ست اسئلة حوالين السورايسيس اول حاجة ايه الديسيز اللي هي ميميك تو سورايسيس اتنين هل في علاقة ما بين الضايت والسورايسيس هعالج السورايسيس ازاي وحعالجها اثناء البريجنانسي واللاكتيشن ازاي هل نبيك دكتور هنت هعالج السورايسيس في الاتشايل الدهود ازاي السورايسيس في سيرتين سايت برضو هعالجها ازاي الباصو جينيسيس والبيوروجيكال سيرابي طيب اولا السورايسيس بلجاريس السورايس بلجاريس او البليكس رايسيس هو المست كومن بتشكل حوالي تمانين لتسعين في المية من حالات السورايسيس طيب لما تجي لحالة سورايسيس بشخصها ازاي اكيد كلنا عارفين بلاقي عندي بليكس وبلاقي عليها سكيل السكيل ديت شكلها ايه شرف الدنيا دكتور خالد عبارة عن ايه السكيل السكيل عندي بلاقي فيها طيب ايه التست اللي انا ممكن اعمله الجراطاش تست اللي ممكن اعمله الى الزبط الساين اللي ممكن اعملها ان انا بعمل ايه باجي علي بتاعت السورايسيس ديت بلاقي بلاقي عندي بلاس سلايد وباشيل طبقة ورق طبقة كده انطل حتى بلاقي فيه الممبرين الممبرين ده بتشيله وبلاقي فيها دي لو انا عايز اشخص السورايسيس تشخيص كامل يعني ده بالنسبة لازابة الساين او الجراطاش تست طيب ده بالنسبة بلاقي 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 بلا بتكون ايتشي. بتكون اتشي. مميزة ان هي بتكون ايتشي. ومميزة طبعا nem bij bil مميزة طبعا بالبصولوجي لبما كت 들어가 هيي ميزة طبعا بالygen بتاعها. دي اول حاجة اللي هي الديسكويض ايجزما. ده كلaves خير جميعنا يا جماعة. طيب دة الديسكويض ايجزما ان هي علاقة عندي اللي جاخن بيكون ايديتشي. بلاقي في عندي راويند او followed ارثمتة بليك زي كده ما بتلاقيش عليها بتاعة السورايس. ما بتلاقيش عليها بتاعة السورايس. يبقى. انا السورايس ده اول نوع من عبارة عن بليك. البليك ده عليها سكيل. السكيل ديت بتكون سيلفري وايت سكيل. مميزة عندي بالايه? مميزة عندي بالازابت الصين او بالجراتاش تست. ان انا بشيل السكيل طبقة وراء طبقة انتل بين بوينت بليدنج بيكون موجود بين بوينت بليدنج. اول حاجة كدفرانشال دياجنوزز بالنسبة للسورايس بالجارس احنا قلنا ايه? الدسكويت اجزما. طيب الدسكويت اجزما ديت مميزة بايه? حلقة عندي كوين شيب ليجن. كوين شيب ليجن. طيب الكون شيب ليجن ده بيكون سبيل هي بيكون سيفين لي ايجي. ممكن نوقع بيكون موجود على العرب. ممكن بيكون موجود على لاغز. طبعا ما بلاقيش عليها السكيل بتاعة الصورايس. لو انا لو انا طلخبطت الحد ما مفروض ان هو ما طلخبطش مفروض ان انا بعمل الباصولوجي. طيب ايه هو الباصولوجي بتاع سورايسس? ايه هو الباصولوجي بتاع السورايسس? الباصولوجي بتاع السورايسس مميز بي سبع حاجات. احنا قولنا طبقاط الجلد عبالة عن ايه? ابو ديرميس ديرميس ساب كوتينيا استيشو. الابديرميس في بيزل اسكويامس هوني ليع. اول حاجة في السورايسس هلاقي عندي بارا كيراتوزيس حلاقي في عندي بارا كيراتوزيس أول حاجة في السوريسيس حلاقي في عندي إيه بارا كيراتوزيس بارا كيراتوزيس يقوم بارا كيراتوزيس غريب بارا كيرتوزيس يعني إيه ريتنشل نيكلي آي في السل تالي حاجة تالي حاجة هل تلاقي في عندي Nextازم اکنثوزيس يعني هيا اکنثوزيس importante يعني اقنثوزيس يعني زيادة في السيكمنس بتاع التلسطباءات التحتانيين اللي هو البيزا والاسكويماث والجرانيوال لير البيزل والاسكويبس والجرانيولية الاكنسوزس رابح حاجة عندي بيحصل ايه حلقي عندي اديمة او 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 الونجيشن او ديرمال بابلي ادي اهو بتعمل تاست لايك تيوب حلقي في عندك ديليتت كابيلاري في الابر بورشن او ديرمال بابلي يعني انا عدي I Scandin wardbrical حيائي فيها vylated cardiac abillary vertically ميثرة show هي اللي بتعمل لي 或者 هي اللي بتعمل لي otherwise طبعا في حالات الي احنا شايفين ده عبارة عن micro abscess يعني ايه كلمة micro abscess يعني collection of the cell يعني micro accumulation of the cell ده micro abscess ده اللي عندي في السورايسسe اسمه إيه اسمه منرو khác Woods 2010 ال its هو اعلال الخاص ب الحالات الاستغلالة السوريسية هذا هو مايكروابسيس هناك مايكروابسيس ال آخر هو أنه يكون بيكون موجود في المايكوزي الجبيت للتأكيد اخر على اطلاع سأخبر اذا الان اصبح بالنسبة للصوريس ال piском esthesi واحد بارا كيراتوزيس اثنين أكنسوزيس ثلاثة فقدان الجرانيوالية طيب حلاقة عندي الديرما البابيلي ديت هيحصل فيها elongation الجزء الفؤاني في الأبر بورشن بلاقي فيه الديليتت كابيلاريس الديليتت كابيلاريس ديت هي اللي بتفسر البين بوينت بليدينج اللي بيحصل في حالات السورايزيس لما اجيب اعمله الجراطاش تست طيب خمس حاجة بعد كده بيحصل في عندي ايه منرو مايكروابسيس حاليا في عندك اللي هو المنرو مايكروابسيس عبارة عن collection of the neutrophil اللي موجودة في البارا كيراتوزيس المنرو مايكروابسيس ده من الحاجات المميزة في حالات الباستورار سورايزيس يبقى انا في السورايزيس بالجاريس اول حاجة عندي بتدخل مع حالات السورايز بالجاريس هي الدسكويت اجزما الدسكويت اجزما مميزة ايه على مستوى الباسولوجي مميزة به لسبونجيوزيس كل حالات الاجزما جماعة مميزة بكلمة لو انا تسألت بالكلمة في الباسولوجي ايه هي اللي هي لسبونجيوزيس اللي هي باستوى الباسولوجيوزيس انترا ابديرمال سكويموس سيلكارسونوما او سكويموس سيلكارسونوما انسايتو اللي هيب بيظهر بشكل ايه اللي هيب بيظهر بلاقي فيه الرجول لجان كده الرجول لجان او ممكن هيب تكون موجودة على الاماكن بتاعت الصن اكسبوز ايريا زي الفيس او الهند او موجودة في اللغة الليجز. ده اللغة الباون ديسيز. ادي الباون ديسيز. يبقى ده عندي ادي الباون ديسيز. الباون ديسيز مميز بايه? مميز بيه الريجولار. او الريجولار كده. زي حاجة اريسيمة. هنا البردر بيكون irregular ممكن ان هي بتكون ممكن تلخبطني في ده مميزة في ايه على مستوى الباسولوجي على مستوى الباسولوجي مميزة بالشارب اللي بيكون موجود بين الابديرميس ده بالنسبة برضو من الحاجات البلايج ستيج أوف مايكوز فانجويدس البلايج ستيج أوف مايكوز فانجويدس يعني ايه مايكوز فانجويدس يعني ايه ام اف احنا لسه هنقول الام اف ان شاء الله بس يعني ام اف الام اف ده عبارة عن كوتينيس تي سيل لنفومة وزبرو جريسيف انفولومنت اف دا لنفنود انت فيزرال اورجن يعني ايه يعني الاول اللنفومة بتحصل على الجلب وبعد كده بتروح رايح على اللنفنود ورايح على الفيزرال اورجن طيب الميكوز فانجويدس ده في منه ستيج البلاك ستيج بتاعة الميكوز فانجويدس خاصة ممكن ان هي بتكون عليها سكيل وممكن ان هي بتلخبطني في السرائز بس البلاك ستيج ده غالبا بتكون ايه بتكون ايشي وخالبا بتحصل على الكافارد ايريا وعالبا بتحصل على الكافارد ايريا وطبعا مميزة بالباسولوجي مش هنتكلم في الباسولوجي بتاء pierw بس هو مشهور بايه مشهور برضو بيه يعني ايه تروبيزم يعني ايه كلمة تروبيسم اللي دي لما بتجمع مع بعضيها بتعملي الباترير ماكروابسس تقني المنotheء بسيط أبسيس يبقى عندي المنروه هو uh أو التشوف الأنثير في الأحضور البيض البيض ويقول بقى البيترير ميكروهيسم يباطى بالنسبة وبالنسبة بقى انا تكلمت على البليكستيج عندي قطاءت تورايزس الغطاءة تينك هذه حياتة تورايزال دروبس اوف ووتر كده دروبس اوف ووتر ۸ زي قطرات المية زي قطرات المية طيب الڨطيل سورايسيس دي originally can tuteu ممكن تخش معايها في الدفرانشال دياجنوسس ايه او ممكن لقبطني في ايه عندي البتريازيس لايكو نويد كرونيكا لو تفتكروا انا قلتها في حالات الفاسكوليتس البتريازيس لايكو نويد كرونيكا اللي مميزة بيه مميزة بالسكيل اللي هي المايكا ثالثة ولا تخافة ثالثة ضرب ضرب الخمس لما تحصل خاصة في الهند في الهند في الهند هنا. طيب ممكن تلاخبطني طبعا مع الاكزمة. ده ممكن تلاخبطني طبعا مع الاكزمة. ادي هوت. ممكن تلاخبطني مع الاكزمة. طيب. هنا في حالات الاكزمة وفي حالات مميزة بايه بقى? اولا اللي موجودة على هنا موجودة في اين? موجودة على ممكن ان هو بتظهر بشكل عليها او ممكن ان هو بتظهر بشكل ممكن تلخبطني طبعا مع الاكزمة. ممكن ايه اللي بيميميزها? لكن ايه اللي بيميميزها? ايه اللي بيميميز? الاكزمة عن السورايسس الى حد ما الى حد ما هو الشارب مرجي نيشن. الشارب مرجي نيشن اللي هو بيكون موجود في حالات السورايسس. الشارب مرجي نيشن اللي هو بيكون موجود في حالات السورايسس. طبعا من الحاجات برضو اللي ممكن انها بتدخل مع الهاند السورايسس اللي في البالم والسول ممكن انها بتخش معه التانية. التانية مانم. التانية مهمة زي ما واحد احنا شايفين بيحصل في عنديدكسججرايشن افذا سكيم ماركينج. اضع ا embaixo Our skin M undertaking بتحدث في حالات اتنامان ا Bailey سكيم ماركينج. دي هو اتنامال ممكن انها بتخبطك مع الاnehما وممكن انها بتخبطن مع سورايس. ممكن انها بتخبطني مع الاكزما وممكن انها بتخبطني مع السورايس. طيب. بعد كده هنلتقل الموجودة على السكالب طبعا اقدر اقرب طبعا جدا احنا هستنوع عليه البليكز بتاعت السورايسيس بتكون غالبا بتكون سيكا بتكون ساميكا بيكون عليها سكيل برضو اللي هو السيلفري ويت سكيل وبتكون مور وبتكون مور ديسكرت يعني ممكن هي غالبا بتعدي الثالي غالبا بتعدي الثالي وبتكون غالبا برضو مفهاش اتشي ومش محاطة او اسوشيتد و السيبورية وممكن انها طبعا بتلاقي فيها سورايسيس في الاماكن الأخرى سورايسيس في الاماكنه الى طبعا السيبو سورايسيس اللي هو بين السيبوريت درماتيتس وما بين السورايزيس لكن البليكز بتاعت السورايسيس ابتر ما مميزها ان عمل اني هي بيكون فيها باه دراينس ان عليها سكيل بس فيها الموري بها Addrianس مفهاش سيبورية المبتكونش ايلي زي الاسكالب ممكن هو بيدي على شوية إيريسيمة الاسكالب بيكون إرثيمتس أكتر تاني حاجة غالبا ما بيكونش معاها إتشي غالبا ما بيكونش معاها إتشي تالت حاجة إن هي بريد الليكشن أكتر لفرانتل لفرانتل كده لكن الترم بتاع سيبوسورايزز ده تحطه في اعتبارك طبعا لما بلاقي في عندي بالنسبة للسبوريد درماتايتس أثرت بقى على والأي براو والأي لاج وموجودة في النيزلوبية الفول وأثرت على الشيس تعمل اللي بتلويد أبيانس يبقى ده سيبوريك درماتايتس هلاقي عندي السورايزز معها نيل سورايزز معها سورايزز على القلبو على الني على الرسط يبقى هي خلاص أنا عرفت إن هي دي سورايزز لكن لو هو سورايزز بس في الاسكالب ممكن إن هو بتلخبطني طبعا مع السيبوسورايزز أو ممكن إن هو بتلخبطني مع السيبوريك درماتايتس في طبعا عندي حاجة اسمها البتيريزز أمينتيشيا هل عارفينها كلنا البتيريز أمينتيشيا ده عبارة على يعني إيه يعني حالقة في عندي القشرة لزقة في فروط الراس بتشيلها بصعوبة ده ممكن هي بتكون مقدمة برضو لحالات السورايزز ممكن هي بتكون مقدمة لحالات السورايزز يبقى ده بالنسبة لي السيبوريك درماتايتس طبعا لو في الأطفال ممكن هو بتخش معه السكيل تانية كابيتس السكيل تانية كابيتس ده بالنسبة للسورايزز اللي موجودة على السكيل الفلكشترال سورايزز الفلكشترال سورايزز أو الانفيرس سورايزز اللي هي بتكون موجودة فيه أماكن السانيات ممكن هي بتكون موجودة او ممكن هي بتكون موجودة ممكن هي بتكون موجودة او ممكن هي بتكون موجودة في الأماكن بتاعة ايجيني تاليا في الأماكن بتاعة ايجيني تاليا ما يميز الفلكشترال سورايزز إن هنا دي غالبا ممكن هي بتكون اتشي تاني حاجة طبعا ما بيكونش فيها ما بيكونش فيها سكيل ما بيكونش فيها طيب ايه اللي بياخبطني طبعا ففلكشوми الاتريجو اكتر حاجة طبعا اللي هو التالية التالية بيكون فيها active itch بطبيعة الحال الانتل الترائجو الانتل ترائجو دي اكتر حاجات من ايه بتلاخبطني في حالات اللي هو الفلكشو مفروض انه هو بلاقيه في الاماكن في ازر اهزر site في ازر كل اماكن السنيات. وا بتلاقيش فيها طبعا ببص على الاماكن المشهوره لبريد الليكشن سايت فول السورايسيز زي القلب والنيو غيره انتقل بعد كده الليه الثورايسيز الصورايسيز اللي موجوده فيه الليل الصورايسيز اللي موجودة فيه الطبع هى مميزة بايه مميزة بخمس حاجات اول حاجة فيs النايل صورايسيز انه حلاقه في عندي بتنج حلاقه عندي بيتنج حلاقة في عندي التلقيطة ده البيتنج ده بيحصل كنتيجة لستورايزز اف دا نيل باتريكس تاني حاجة تحت النيل حلاقة فيها ساب انجوال كيراتوزيس تحت النيل بليت يبقى انا عندي ادي النيل يبقى ادي النيل هي ادي النيل بليت نايمة على النيل بيت النيل بليت هنا حلاقة في عندي ادي الالترل واحتى البروكسيمال واحتى الى لفري تأنج في النيل سورايزز حلاقة في عندي بيتنج تنقيط مع ريجس و جرووس بتكون موجودة دي اول حاجة ودى حاجة مميزة جدا تاني ي squid كيراتوزيس تحت النيل حلاقة في عندي كيراتوزيس حلاقة فيها هايبر كيراتوزيس الساب انجوال كيراتوزيس ده ممكن انه يعمل بعد كده اونيكولايسيس يعني اونيكولايسيس يعني دس انتجلاشن للنيل يعني النيل بليت اللي فوق ديت بتلاقيها انها طلعت او ممكن انه يحصل لها ديستركشا ده الساب انجوال كيراتوزيس عامل لي اونيكولايسيس وحلاقيه فى عندي أويل دروب اندر تحت النيل او يوهش ممكن انه بيكون موجود او يوهش اوه مش م màyبوقوق انا عندي نير سورايسيس مميزه بيه اول حاجه فية عندي اذا ما احنا شايفين تنؤيد ممكن هي بتكون موجودة ممكن هو بيعمل لي كل الحاجات دي موجودة على فكرة برضو للأسف الشديد في الأونيكوميكوزيس في الأونيكوميكوزيس ما عادى البيتنج غالباً من البيتنج ده هو المميز لو انت شفته بالنسبة للسوريسيس يبدأ بمميز السوريسيس بالإضافة إلى وجود السوريسيس طبعاً بلاقي في عندي يولوش ديسكراريشان أندر تحت النيل طيب تمييزة إبادة النيل قدي النيل أهوت قدي النيل بيت قدي النيل بليت نايمة على النيل بيت قدي اللاترال نيل فولد وقدي البروكسيبال نيل فولد وقدي الفري اتج دي تصنيفة النيل طبعاً ممكن هو بتخش مع الايه مع الأونيكوميكوزيس الأونيكوميكوزيس طبعاً في منها أنواع مش هشرحها لكن أشهى النوع اللي هو الديستل أندلاترال الديستل أندلاترال أونيكوميكوزيس الديستل واللاترال أونيكوميكوزيس هنا بياخد أدي يولوش ديسكراريشان تحت النيل وبعد كده برضو بيعمل لي ساب إنجوال كيلاتوزيس وبعد كده بيعمل لي أونيكولايسيس وبعد كده بيعمل لي أونيكولايسيس وهنا ممكن ان هو بيحصل فيها بالونيكيا بالونيكيا اللي هو عند البروكسمل نيل فول يبا تاني انا عندي بالنسبة لي السورايسز اوف دا نيل مميزة بايه مميزة بي اول حاجة البيتنج تاني حاجة بلاقي في عندي ساب انجوال كيراتوزيس الساب انجوال كيراتوزيس يعمل لي ونيكولايسيس هلاقي في عندي اويل دروب انظر تحت النيل مع اليولوش ديسكراريشن اللي هو بيكون موجود اهم حاجة او اكتر حاجة بتلخبطني اللي هي الونيكو ميكوزيز الونيكو ميكوزيز اللي هو بلاقي فيه عندي الديستال واللاترال الاشهر نوع منه اللي هو الديستال واللاترال الديستال واللاترال ساب انجوال اونيكو ميكوزيز الديستال واللاترال ده بلاقي فيها اليولوش ديسكراريشن وبعد كده برضه بتعمل لي ساب انجوال كيراتوزيز وبتعمل لي وبتعمل لي ده بالنسبة لل Throsis of the nail بعد كده �ماعي PI yeargun coe preset بيعملي حاجة اسمها ايه Geographical tonk Geographical tonk ده هلاقى في عندي وهالك بيكون جريش او هويت. الامرجان بتاعنا بكون ادي. ال ادي اليجان هنة اليجان بالإيارثيماتس بالاتش والمرجان. هنا اليجان هو هو الحاجات الارثيماتس مش الحاجات للماشية ده الديجيو جرافيك طنق عمل زي ماب عامل زي الخريطة وبيكون فيها جریش او هويت. بيكون في اغريش , بيكون عندي A одisa , ممتاز ببعض جيووجرافة مع الاي هذا س VIS , الاي هذا الاشياء ، ممكن ان هو بيكون موجود ده بالنسبة للجيوجرافيك تانج يبقى الجيوجرافيك تانج ده عبارة عن closed عبارة عن ده بالنسبة للجيوجرافيك تانج بالنسبة للجيوغرافيك بعد كده من أنواع السورايسيس برضو من أنواع السورايسيس عندي اللي هي الإيريثرو ديرميك سورايسيس الإيريثرو ديرميك سورايسيس طبعا الإيريثرو ديرميك سورايسيس هلاقي فيها إيريثيمة غالبا أكتر من 95% من مساحة الجسم هلاقي فيها إيريثيمة الإيريثرو ديرميك سورايسيس ديت طبعا من أكتر أنواع السورايسيس ليه من أكتر أنواع السورايسيس لان الاريسيما دي بيكون معها دفكت في الاسكين باريار احنا قلنا الاسكين باريار اللي احنا قلناه في الاوتوبيك درماطايتس اللي هو مطبقطين المونة اللي هو بيكون موجودين اللي هو مطبقطين الليبت اللي بيكون موجودين طيب انا عندي في حالات السورايسيس في حالات السورايسيس هيحصل في عندي زيادة في كمية زيادة في كمية فقدان المية زيادة في فقدان المية كنتيجة لدفكت في الاسكين باريار كنتيجة في الاسكن باريال فبالتالي بيحصل في عندي دراينيس الى حد ما وبيحصل عندي بيحصل بدي هيدريشن حلاقي هنا حتة مميزة فيها ان حصل زيادة في الكاردياك اوتبوت زيادة في الكاردياك اوتبوت كنتيجة لفوزوديلاتيشن الان ورد الدنيا يا دكتور اثار عندي الكاردياك اوتبوت حيزداد والكاردية بيزداد وبالتالي سيحدث عندي بالنسبة للكاردية ولذلك بيقول ان هو السورايسيس هو بشكل عام السورايسيس لكن في الليثيرو ديرميك طبعا بتأثر على الهارت بيحصل معها برضو هايبو بروتينيما الهايبو بروتينيما اللي دي اللي بتحصل عندي في حالات الهيثيرو ديرميك سورايسيس بتعمل لي غالبا بلاقي في عندي البيشاند ده بلاقي في عندي بتكون موجودة. طبعا عينين لازم حيدخل فيه. طيب اكتر حاجة في عندي ايه? عندي البي ار بي. البيتريزيس روبرا بلياريس. البيتريزيس روبرا بلياريس. البي ار بي ده مميز بايه? مميز بخمس حاجات. اول حاجة سكيل في السكال. اثنين هتلاقي فيه عندك ايريسيمة وسكيل على الفيس. ثلاثة هتلاقي فيه عندك الاريسروديرما. فعلا الاريسروديرما بس دي من ضمن الحاجات اللي بتسيب ايلاند او نورمال سكين. ايلاند او نورمال سكين. بلاقي معها بالمو بلانتر كيراتوديرما. والحدة المميزة الى حد ما بلاقي فيها كيراتوتك الفلوكرار بابيول ممكن هي بتكون موجودة على الني والقلبه. ممكن هي بتكون موجودة على الني والقلبه. يبقى انا عندي حالات البي ار بي. حالات البي ار بي. هتلاقي فيها ايه? هتلاقي فيها الاريسيمة مع الايلاند او نورمال سكين. زي ما احنا شايفين. حالات البالمو بلانتر كيراتوديرما. هلاقي فيها الفلوكرار بابيول اللي بتكون موجودة على الالب والني مع السكيل اسكالب مع الإيريسيمو والسكيل في الفيس مع الإيريسيمو والسكيل في الفيس برضو طبعا من ضمن الحالات اللي ممكن إن هي بتلخبطني في حالات الإيريسروديرما أو حطها في اعتباراتي طبعا اللي هو سيزاري سندروم وسيزاري سندروم ده الإيريسروديرما اللي بتحصل في حالات المايكوزس فانجويداس طبعا هنا cascade بيكون سيك وبيكون فيه الأزر Terrification بتاعت الأزرd infion بتاعت اللي هو الله ala انا سألسا القسائلة بالقسائلة بعد كده يا جماعة حنيجي بعد كده للباستورال ثورايزيس الباستورال ثورايزيس فيه منه بيكون وممكن ان هو بيكون حلات تورايزيس ده ممكن إنه بيكون فيجب هي يعامل بناءانه عندما لأنه سجل بأنهczyaciones وده نادر او ممكن إنه بيحصل إخبار هي ممكن بناءه و mashcychinger prevalg scractors what do you say for kalo주 سجل بناء Muhsin او في الغالب بقى ممكن ان هي بتكون حاجة من حالات الانستابل ثوريزز يعني ايه الانستابل ثوريزز للعيان حصل له هيبوكالسيميا حصل له انفكشن استخدمت التوبكل او السستيمك سترويد او الطار او الطار وخاصة لما بعمل وصدرويل وخاصة لما بعمل قديت العيان ده كورتيكو سترويد وعملت له وصدرويل حصل له الاريسترودلميك السوريسس استويس المحفن التركيب بحالة الإنستيبل واحد هايبوكالسيمية مثل السيرويت او اسيستيمك استرويد واحنا قلنا اجزا ما احنا قلنا الاريسيمة دي بتغطي اكثر من 95% من الجسم ال باسترال سورايسيس ال باسترال سورايسيس ده هنا ده هنا هلاقف عندي باسترال يعني فيه استرايل باستيول الاسكن اللي تحت الباستيول ده غالبا بيكون رد وتنضر الاسكن اللي تحت البسطيول بيكون رد وتنضر طيب هنا الليجن الليجن هنا في حالات ممكن يكون على البال بوسول ده في الليجن طيب في منه أربع أنواع في منه أربع أنواع أهمهم وأختارهم اللي هو باستورار ثورايزيز أو فون زنبوخ باستورار ثورايزيز generalized pastoral arthritis of von zonberg type ده البشنط ده بلايه انه هو بيشتكي من ايه بيشتكي من فيفر بيشتكي من ماليز وبعد كده هو غالبا ده البشنط ده ممكن انه هو برضو بيبقى عنده سورايزيز عادي بيبقى عنده سورايزيز وبيحصل له اكسيرباشن بيحصل له اكسيرباشن يدخل في pastoral arthritis برضو باسباب ايه ممكن انه هو بتحصل كنتيجة برضو هيبوكالسيميا انفكشن استخدام التوميكل او systemic steroid حاليا في عندي sheet of erycima زي ما احنا شايفين حاليا في عندي sheet of erycima وحاليا فيها strial pastoral يبقى ده generalized pastoral arthritis of von zonberg type تاني حاجة في عندي annular pastoral arthritis هذه annular pastoral arthritis حاليا فيها ring of erycima الرينج of erycima ده على الage هنا حاليا فيها strial pastoral annular pastoral arthritis تالت نوع اللي هو annular pastoral arthritis ده لما بيحصل بقى في pregnancy في ser trimester ده بيسمى البتيجو herpetiform ده بيسمى البتيجو herpetiform ده اللي هو بيكون موجود في pregnancy ده اسمه ايه اسمه البتيجو herpetiform رابع نوع من البتيجو herpetiform ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن بستور ال ايرابشن برضو ادي بستيول. باستيول ممكن ايها بتكون موجودة على الفينجر وممكن ايها بتكون موجودة على التوز. وده اكستيند بروكسيمالي. زي ما احنا شايفين ادي اكستيند بروكسيمالي. اكستيند بروكسيمالي. وبتعمل ديستراكشن اوف دا بتعمل ديستراكشن. أو اطروفي اوف dedistar phalanx. اطروفي اوف the distal phalanx. وده غالبا ممكن هو بيحصل مع الفون زنبوخ طيب. يبقى تاني في عندي بالنسبة للباستورال سورايزيز في عندي اربع انواع. اربع انواع للباستورال سورايزيز. اهمهم واخترهم عندي اجراليز باستورال سورايزيز. اف فون زنبوخ طيب. اللي هو غالبا ده بيسبق بايز اثر فورم افزا ديسيز. وبلاقي في عندي بلاقي في عندي باستيول. الباستيول بتكون موجودة مع الشيط اف اريسيما. على الشيط اف اريسيما. ده جنالي باستورال طيب اف فون زنبوخ. وده اللي ممكن يكون معاه الاكرو درماطايتس. اكرو درماطايتس كونتينوه اف هالوغو. اكرو يبقى في موجود في الاكرا. ممكن انها بيكون موجودة على الفينجر او موجودة على التوز. وممكن يبقى معها اتروفي افلي ديستال فالنجس. الباستورال ممكن تكون annular bustural arthritis. اللي ما بتحصل في أثناء بريغنانسي في آخر 3 شهور ده بتسمى الباسترال ثوريزيز زي ما احنا قلنا الباسترال ثوريزيز على مستوى الباستولوجي مميزة بايه؟ مميزة بايه المنرو مميزة بايه المنرو مايكرو ابسيز اللي هو عبارة عن احنا قلنا في حالات الباستورال ديزيز كحالات الباستورال ديماتوزيز اللي هو ساب كونيال باستور الدلماتوزيز. الساب كونيال باستور الدلماتوزيز. ولو تفتكره عندي استورايز اسفالجاريز اللي هو بيكون فيها ممكن هي بتخش مع الدوسكوين بتكون ممكن تخش معه اللي هو اللي بيكون زي ما احنا شايفين كده ممكن هي بتكون موجودة على ممكن هي بتكون موجودة على الهاند ممكن هي بتكون موجودة حتى على مميزة بايه ده مميزة الشرب ممكن تخش معه الام اف عندي الجيوجرافيك تانج الجيوجرافيك تانج ده اللي هو عبارة عن المارجن بتاعها بيكون جريش وايت مارجن السبب بتاعه مش بس ممكن يكون اتوبك او ممكن هو بيحصل في كومان بيشن عندي حالات الغطيت الغطيت زي ممكن تخش معه اللي فيها المايكا لايك سكيل اللي هو السكيل اللي تتاتشت فيه وان ماس عندي الاريثرو ديرميك سورايسيس والاريثرو ديرميك سورايسيس ممكن يخش معه البي ار بي او مع السيزاري سندروم عندي حالات الباستورال سورايسيس امهم البونزون بوغطايب البونزون بوغطايب استرايل باستيول مع زيادة في الشيت او في ارسيمة مع فيفر وماليز برضو الديسيز ده ممكن يكون فيتل لو متعليكش بيحصل معها هيبوالبومنيميا وهيبوالبوتينيميا وبيقصر على الليفر وبيقصر على الكدني ممكن يخش مع ايه ممكن يخش طبعا مع حالات الساب كونيا الباستورال ديرماتوزيس من حالات برضو الباستورال سورايسيس اللي انا اركز فيها اللي هو الاكرو ديرماتايتوس كونتينوى اوف هالبو الاكرو ديرماتايتوس كونتينوى اوف هالبو الموجودة على الاكرا الايريا طيب اللي بيميز بعد كده اللي بيميز بعد كده الباستولوجي بالنسبة للباستولوجي في حالات السورايسيس في حالات السورايسيس واحد بارا كيراتوزيس بارا كيراتوزيس يعني ايه ريتينشن للنيوكلياي في السيل بارا كيراتوزيس اثنين اكنسوزيس تلاتة حلقة تيست لايك تيوب دي مميزة لحالات السورايسيس هتلاقي عندك موجودة فين ودي سبب حتلاقي عندك برضو او في الديرمس حتلاقي فيها الكافنج حتلاقي فيها لونفوسايت موجودة في الديرمس اللي بيميز طبعا المونرو مايكرو افسيس او السبونج فورن باستول اللي بتميز الباستورار سورايس اللي بتميز الباستورار سورايس انا جبت ترايبوت بس مش عارف مش رضيش تقلي طيب بعد كده بعد كده انا اكتنسمуть في الوقتي على السورايس وايه الحاجات المييد معاها طيب هل في علاقة ما بين الض؟ انا في علاقة ما بين الضيود والسورايس و مش هنتكلم فيها كتير لكن بوجود من السورايس بشكل عام بوجود و لو ديتو جلوتين ديف دي بيحسب من السورايس البيحسب من السورايس طيب لكن انا في حاجة اسمها الميتابوليك سندروم علاقة الميتابوليك سندروم مع السورايزز السورايزز لازم يعني في كل الكلام انه هو أصبح سيستيميك ديسيز حالقة في عندي بيزود من السيري أكتف بروتين السورايزز بتزود من السيري أكتف بروتين بيحصل معها دايبيتس بيحصل معها هايبرتينشن بيحصل معها انكريز في الويست سيركنفرنس بيحصل فيها زيادة في الويست سيركنفرنس الليبت بروفايل والبلوت شوغر والبلوت بريشر مفروض ان هو بيتكرر كل 12 ساعة. مفروض ان هو بيتكرر كل 12 ساعة. استورايزيز ممكن يحصل معها زيادة في الانفكشن. ممكن انها بتأثر على الهارت برضو. طيب. نيجي بعد كده ندخل بقى للتريتمنت. الجزئية بتاعت التريتمنت. الباصروجينيس هقوله مع البيولوجيكال ان شاء الله. التريتمنت اوبشن بتاع استورايزيز لما باجي بالنسبة له التريتمنت في منه توبيكال وفوتو سيرابي و سيستاميك. انتم معي يا جماعة ان شاء الله الامور ماشية. يبقى انا عندي توبيكال فوتو سيرابي سيستاميك. التوبكال ده زي ما عارفين كلنا طبعا بستخدم التوبكال كورتيكوسترويد. من اكثر الحاجات اللي بتجيب نتيجة. لكن مشكلته ان هو الريباوند بتاعه عالي جدا. الريباوند بتاعه عالي جدا. لكن هو بيعتبر كبه طبعا ده فيرست لاين تريتمنت. بيعتبر جزاك الله خير يا جماعة. شكرا. بيعتبر كفيرست لاين تريتمنت. اللي مفروض ان هو التوبكال. التوبكال بستخدمه لو المساحة كان ما بين خمسة إلى عشرة لمساحة ما بين خمسة إلى عشرة في المية. يعني مفروض ان هو بقليك الكفيت بتاع الباشنت ده بيقدر بواحد pennية. الكفيت بتاعه بيقدر بواحد من الـ Total Surface Area. طيب يبقى اول First Line Treatment استخدم عندي Topical Corticosteroid. التوبكال كورتيكوسترويد بيجيب نتيجة لكن مشكلته في الـ Rebound. لذلك من الافضل ان هو بيقولك استخدم عندي في الـ Week End اللي هو الـ Proactive Treatment. استخدمه برضو في الـ Week End. يعني ايه استخدمه استخدمه لغاية ما الـ Legion بتاع السورايسيز يخلص ما شوفوش وبعد كده اعمل الـ Proactive Treatment اللي انا بستخدمه في الـ Week مع استخدامه للـ Emolia. طبعا الكلام ده انا قلته في الـ Atopic Dermatides. ده بالنسبة لـ Atopic Corticosteroid. عندي برضو الـ Vitamin D Analog. الـ Vitamin D Analog. الـ Vitamin D Analog اللي هو الـ Calciumetroil. شكرا لكتوره ألفت. عندي الـ Calciumetroil اللي هو الـ Daivonex. الـ Daivonex ده الـ Vitamin D Analog. الـ Vitamin D Analog. الفكرة برضو فيه ان انا ما بزودش عن 100 ميلي جرام في الأسبوع خافة من حدوث الـ Hypercalcemia. خافة من حدوث الـ Hypercalcemia. ده بالنسبة لـ Calciumetroil اللي هو الـ Daivonex. والـ Daivonex طبعا في منه اللي هو الـ Daivobit اللي هو بيكون معه الـ Corticosteroid. ده الأفضل. بيستخدم الـ Daivobit ده الأفضل. لكن النقطة اللي انا بس اعرفها ان السلسلك أسد بيعمل لي Inactivate للـ Calciumetroil اللي هو الـ Daivonex. اللي هو الـ Vitamin D Analog. لكن يظل يظل التوباكلسترويد هو الأفضل. بالنسبة للـ Topical. ثالث حاجة عندي الكولتار. الكوتران. الكولتار اللي هو التركيز بتاعه من خمسة إلى عشرين في المية. مشكلته طبعا فرحته ومشكلته طبعا بيعمل Irritation. وان هو بيحتاج ان هو يتحضر. بيحتاج ان هو يتحضر. لكن الكولتار من أفضل الحاجات اللي بتجيب نتيجة. وخاصة ممكن ان هو تأثيره وتأخر شوية عن الكولتار لكن ما بيعملش ريباون. ما بيعملش ريباون. ما بيرجعش تاني. زي ما بيحصل في الكولتار. كولتار مشكلته ان هو بيجيب نتيجة سريعة بس بيرد تاني بصورة. بيرد تاني بصورة. رابح حاجة في النسبة للـ Topical عندي التازة روتين. اللي هو الـ Therotex. التازة روتين او الـ Therotex مشكلته ان هو بيعمل شوية Irritation. بس برضو من الحاجات اللي بديجيب نتيجة. عندي الـ Calcineurine inhibitor. احنا قلنا الـ Calcineurine inhibitor قلناه بالتفصيل في حالات الـ Atomic Dermatitis في عندي التاكرولمس. التاكرولمس في منه 0.1% واحد من عشرة في المية وتلاتة من مية في المية. التلاتة من مية في المية ده مفروض ان هو الـ الواحد من عشرة في المية ده مفروض ان هو الأدل التاكرولمس ده اللي هو اللي هو الـ Bimicro Limmus اللي هو التاكرولمس سوري اللي هو اللي هو الـ Brutopic. اللي هو الـ Brutopic ده الـ Original فيه. اللي هو الـ Original Form منه. اللي هو الـ Brutopic بس الـ Brutopic الاسر مش متواجد هنا لكن المتواجد بس اللي هو التاكرولمس اللي هو 0.3% اللي هو وغيره. ده مفروض ان هو مناسب قطة للشادرين. في عندي الـ Bimicro Limmus واحد في المية اللي هو الـ Illidyl. اللي هو الـ Illidyl اللي هو الـ Illidyl او التاكرولمس ده ممكن استخدمه خاصة في الـ Childhood في الاماكن بتاعت الفيس والـ Inter-Trigorous Area. في الاماكن بتاعت الفيس والـ Inter-Trigorous Area اللي هو مفروض ان هو بيكون Contra Indicated او من الافضل ان انا مستخدمش فيها الكورتيكوسترويد عشان ما يحصلش سكين اتروفي. طبعا لازم استخدم معها اموليان. لازم استخدم معها اموليان. الاموليان ده اساسي مع استخدام الكورتيكوسترويد او مع استخدام الكالشوبيترويد او مع استخدام الكولتار او مع استخدام الزروتيكسي وغيره. الاموليان في حالات السورايسيس ده اساسي. يبقى انا عندي الـ Topical ده الـ Illidyl اللي دكتورة عنقاء الـ Illidyl اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن عبارة الـ Illidyl ده عبارة عن الـ Bimicro Limmus واحد في المية. بـ Bimicro Limmus واحد في المية ده الـ Illidyl. طيب يبقى انا عندي بالنسبة ليه الـ Topical ممكن استخدم واحد الكورتيكوسترويد ده الافضل. لكن بيحصل في ريباوند بسرعة. مفروض ان انا استخدمه برضو في الويك اند. تاني حاجة يحصل استخدم عندي الزروتيكس اللي هو تازروتيل. تالت حاجة اللي هو الديفونيكس اللي هو الكالسيو بتروين. مفروض ما استخدمش معاه السلسلك اسد لانه هو بيعمل لي ان اكتيفات. رابع حاجة ممكن استخدم برضو معاهم. كده استخدم الكالسيو نورين انهيبتور. الكالسيو نورين انهيبتور اللي هو مبيوكرولمس والتاكرولمس. خاصة في الفيس والانتر تريجنس اريا. الكولطار من اصهر الحاجات اللي بتجيب نتيجة. بس مشكلته طبعا في الاريتاشن وفرحة الوحش. الاريتاشن وفرحة الوحش. طيب في حالات الجطيت سورايسيس. احنا قلنا الجطيت سورايسيس. ممكن ان هو زي القطيت سورايسيس ده. القطيت سورايسيس ده من اشترا الحاجات برضو اللي بتجيب طبعا لازم استخدم معاه الانتباوتيك. لازم استخدم معاه الانتباوتيك. طبعا الفوتوسيرابي. اللي هو بيعتبر الفوتوسيرابي كساكن لاي التريتمت. مفروض ان هو الفوتوسيرابي. الاساس بقى النارو باند زي ما احنا عارفين كلها ده اكتر حاجة بتستخدم غير البوفا. النارو باند اللي هو الطول الموجي بتاعها. كام? الطول الموجي بتاعها بتراح ما بين 3008-3211. طيب. لكن الفوتوسيرابي الفوتوسيرابي. استخدمت النارو باند. استخدمت الدوز. بزود الدوز بعد كده. بزود الدوز معدل 30% طالما ما حصلش ايرسيمة. طالما ما حصلش ايرسيمة. لو حصل عندي ميلد ايرسيمة. ميلد ايرسيمة. بروح مزود الدوز بنسبة بس 20%. حصل مدرة ايرسيمة. بكرر الدوز انطل حتى اليرسيمة بتختفي. وبعد كده ببدأ بزود. انا قلت الفوتوسيرابي النارو باند ده بالتفصيل وانا بقوله في الفوتوسيرابي. حصل سيفير ايرسيمة. مفروض ان انا بوقف خالص. بوقف خالص. حتى الاسكيل بيرجع الوضع الطبيعي. وبعد كده بقديله 50% من اللاست دوز. وبزود بمعدل 10%. انا النارو باند والفوتوسيرابي. قلت بالتفصيل في حالات الفوتوسيرابي. ده بالنسبة للفوتوسيرابي. ده بالنسبة للفوتوسيرابي. وطبعا الاكسايمة الليزر من اشهر الحاجات اللي بتستخدم لو حالة خصتها الحالة لوكالايزد. الاكسايمة الليزر اللي هو بيعمل لي في حالات اللوكالايزد اللي هو الطول الموجي بتاعه 308. اللي هو الطول الموجي بتاعه 308. طيب. السيستيمك سيرابي بقى. السيستيمك سيرابي في حالات السورايز السيستيما اكسيربي في حالات السورايزز هم تلت حاجات محددين. الميسواتروكسيت, السايكلوس بورنский Grüttium. دى الدوس بتاعته اد ايه? بتسألها في الامتحان من اثنين من العاشرة لاربعة من عشرة ملجرام لكل كيلو جرام. من اثنين من عشرة الاربعة من عشرة ملجرام لكل كيلو جرام. ده الدوس اللي انا لو سألت في الامتحان هقولها. التابلت بتاعت الميزوتروكسيت عندي اتنين ونصي ميلي جرام التابلت بتاعتي اللي هو اتنين ونصي ميلي جرام التلتمية وتمانية ده الاقيصايمال ليتر الاختران ق نتاطدمين الفعلي. طيب انا عندي ال اiza الي ازل العنقاء. طيب انا عندي دلوقتي عندي دلوقتي الميزوتروكسيت البحض من اتنين من عشرها لاربعة من عشرها ميلي جرام لكل كيلو جرام المية ده انا بتدهوله بتدهولو ممكن ادي له تلاتة تابلت بتدي له من 15 ال 25 ملجرام في الاسبوع من 15 ال 25 ملجرام في الاسب يعني ادي له ادي له وتلاحه الاسب المشيله minecraft امشي له مثلا ب... تلت اقراس كل اتنشه ساعة يعني اديله الديتلو تلت اقراس الساعة اتنشه بالليل حدل له 3 تقراس 12 الصبح و 3 تقراس 12 بالليل نخلقه 3 تقراس اليوم الثلاثة اليوم الفن الطيبة 13 الثلاثة حدل له 3 تقراس 9 지나 jam 12 اليوم الاربع И 10 Behind B الأوجان كدس ٢ ماليد وانا أرى ميسو تروكسات. يجب أن أرده معه فوليك اسد. الفوليك اسد من 1 إلى 5 مل جرام. لفوليك اسد أريد أن أرده حدوث الماكروستيك أنيميا. هو فوليك اسد بديله في كل يوم. مع عدل يوم اللي هأخذ فيه دوز بتاع الميسو تروكسات. الميسو تروكسات لو انا هتدي له به إنجيكشن. الإنجيكشن اللي موجود 50. الانجيكشن اللي موجود 50. و 2 CC. و 2 CC. هديله 1 سنتي و 1 سنتي عضل كل اسبوع يعني 25 ميلا جراب. 1 سنتي عضل كل اسبوع. في الميسو ترونكسيت اكتر حاجة او اكتر بعمله هو ال سي بي سي بعمله ميليفر فانكشن. بعمله كددي فانكشن. بعمله سي بي سي بعمله ليفر فانكشن. بعمله كددي فانكشن. السي بي سي لو انا عايز اتعامل مفروض اعمله اسبوعيا في اول شهرين مفروض اكررهم كل شهر مفروض اكررهم كل شهر ده بالنسبة ليه الميصلتروكسيط النقطة اللي انا بس enterprises إنه بالنسبة للراجل او الست ما يحصلش ولادة الى بعد 6 uzan ما يحصلش حمل او ولادة الى بعد 6 uzan ده بالنسبة ليه الميصلتروكسيط الميسوتروكسيد طبعا هو من يعتبر من العلاجات السحرية قبل ما يطلق البيولوجيكا السيربي بالنسبة للسورايزيز مشكلته دلوقتي ان هو بيكون ناقص بالنسبة كبيرة واللي موجود ما بيكونش هو الوريجنال فبيكون تأثيره قليل لكن هو افضل علاج للسورايزيز ده بلا نقاش احنا بنقول السورايزيز بالجالس دلوقتي طيب ده اول حاجة اللي هي الميسوتروكسيد تاني حاجة عندي اللي هو الأسيتريتين الأسيتريتين ده في منه عشرة وفي منه خمسة وعشرين في منه عشرة وفي منه خمسة وعشرين ملي جرام الامور ماشي يا جماعة ولا احنا بالليل خالص الأسيتريتين الأسيتريتين في منه عشرة وفي منه خمسة وعشرين ملي جرام مفروض ان انا بابدأ له بالجرعة القليلة وبعد كده بزودله بس النقطة اللي فيها انه ممكن يحصل عند فلير بيحصل عند فلير زيادة في حجم الإرسيمة ممكن يحصل فيه زيادة في حجم الإرسيمة وزيادة في السورايزز في أول أسبوع لأسبوعين تأثيره بتأخر تأثيره بتأخر هو الأسيت ريتين تأثيره بتأخر للأسيت ريتين طبعا إيه اللاب اللي المفروض يتعامل برضو سي بي سي برضو ليفر وكدني فانكشن لكن المهمة قوي الكوليسترول والترايجلسترائد الكوليسترول والترايجلسترائد اللي هو الأسيت ريتين اللي هو الأسيت ريتين اللي هو نيو تيجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججغججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج الصاكروسبورين اللي هو اسمه في الصوق نيورال في منه 100 ميلي جرام الكابسولة 지ايكروسبورين الدوس بتاعته 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام اهم نقطة في الساكروسبورين انه الآن بعمل له ايه الانفستيكشن اللي بعملها بعمله السي بي سي والليبر خاصة الكدني بقى الكدني فانكشن والبلاد بريشه الكدني فانكشن والبلاد بريشه ايه dه بالنسبة للصاكروس بورين والرسمنس ريت بيحصل في خلال 4 الى 8 اسابية الى يبقى انا عندي تاني البيستريكسيت من اثنين ملعشرة الاربعة الملجرام لكل كلو bulun spending ton fils من اثنين من عشرة الاربعة الملجرام لكل كيلو ابديله من ادي له من 15 الى 25 ميلي جرام كل اسبوع ممكن انا عندي ادي له حقنة ده الحقنة ده 50 ميلي جرام فيها 2 سي سي ادي له 1 سنتي 1 سنتي عدل كل اسبوع مع الفوليك اسد الفوليك اسد ده بيتاخد كل يوم مع ده اليوم اللي بيتاخد فيه الحقنة بعمله بليفر فانكشن بعمله كنتي فانكشن بعمله سي بي سي هذا المشي التركسيل الاسد ريتين ممكن من 25 الى 75 ميلي جرام تأسيره بتاخد شوية بعمله ليفر فانكشن كنتي فانكشن اهم حاجه الكلسترول والتريغل سترايد يعني الليبت بروفايل غير الاسد ريتين عند الساكروسبورين الساكروسبورين يدوس بتاعته ادي ايه من 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام عند نيورال هو 100 ميلي جرام 100 ميلي جرام الساكروس بولن من اسهر الحاجات برضو اللي بيستخدم في حالات السورايسيس الساكروس بولن ده بعمل له ايه بعمل له ليفن هتسيقل اهم حاجة الكدني فانكشن اهم حاجة لبراد بريشر اهم حاجة برضو طيب ده بالنسبة ليه السيستيميك ده بالنسبة ليه السيستيميك لما اجي بعد كده لما اجي بعد كده هتكلم على حالات حالات التريتمنت بقى off suriasis During pregnancy او lactation اثناء البرينجنسي واللائكتيشن هتعامل مع السورايسيز ازاي? اثناء البرينجنسي واللائكتيشن هتعامل مع السورايسيز ازاي? اول حاجة اول حاجة اهم حاجة طبعا استخدم مشتريزر احنا قلنا المشتريزر ده الاساسي طيب هستخدم الاستيرويد لاستخدم الاستيرويد برضو الاستيرويد من الحاجات اللي احنا بنفكر ان هي كونترا انديكيز في البرينجنس لا هي بشارط اننا م أو نستخدموله على مساحه كبيره و استخدم التوقفل الـanyl and moderate ، واستخدم التوقفل اخنا قولنا برضى نستخدم التوقفل الـ topical Republicans ها دونس لم يستخدم الج وما مستخدمه في حالة مستخدمهاش في حالات او احنا قلنا برضو من ضمن علاجات في الطوبيكال ما قلتهوش اللي هو السلسلك اسد ان انا استخدم حاضر 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 يا فاندي عندي هل هو بيأثر على السلسلك اسد السلسلك اسد ده مفروض ان هو طبعا من اخطر حاجة باستخدمه في ايه الديبروسالك بالاسف مش موجود في عندي اللوكاسيلين وبرضو مش موجود ده من ضمن الحاجات اصفر الحاجات طبعا عندي كريلا بس كريلا برضو ده ضعيف لكن السلسلك اسد ده برضو اثناء مفروض ما استخدموهاش لان هو ممكن يحصل له امتصاص وخاصة ان هو السورايز الغريبا بتكون على مساحة كبيرة وبيحصل لي عندي سلسلزم وبيحصل لي عندي سلسلزم الكولتار طبعا ما بيستخدموهاش الكالسيو بتروين والانسترولين برضو ما بيستخدموهاش لكن انا ممكن استخدم ايه اثناء البروسالك واللاجتيشن او الاساس عندي اللو هو النروبان النروباند يوفي بي النروباند يوفي بي طيب بالنسبة في حتة اللاكتيشن بالنسبة في حتة اللاكتيشن حتة اللاكتيشن برضو ممكن استخدم نفس الحاجات عندي التوب كالسترويد هو الاساس التوب كالسترويد مع الامولين ده الاساس لكن انا لو انا استخدمت لو انا استخدمت طيب انا هقولي الحاجات دي يا دكتور عنقاء إن شاء الله لو انا استخدمت الدكتور عنقاء بتسأل الساكلسبورين. هل هو سايف في طبعا هو مش ساف. بش ساف. لكن انا ممكن استخدمه في امتى? استخدمه لو انا حدخله. او العيان فعلا في جنالايزيت او في حالات اللي هو الاسترودرميك. لسا هنتتكلم فيها دلوقتي بنسبة للساكلسبورين. لكن خليني هنا بالنسبة لاستخدام الاستخدام الساكلسترويد يعني انا قلت من ضمن حالات اللي هو ايه? الانبطاقيجو هربيتي فورب اللي هو عبارة عن Itísenular arthritis في الانبطاقيجو هربيتي فورب ده لازم حستخدم معها systemic soit بس الحتة الحتة الحلوة فيها إنه أنا لو حستخدم الحالف لايف بتاعه الحالف لايف بتاع الكورتزون عشان يطلع من الجسم ممكن هو بياخد من ساعتين ونص لتلات ساعة ونص عشان كده بيقولك إنه هو مفروض ان انا بنتزر اربع ساعات بعد ما باخد استسامة استرويد يعني انا اردع البيبي اردع البيبي واخد الكورتيكسترويد اخد الكورتيكسترويد عشان انا لو انتظرت اربع ساعات بيبقى في ال هاف لايف بيبقى راح من البلد. بيبقى راح من البلد. يبقى انتظر بس اربع ساعات. عازلكم تشوفوها كده لازم انتظر اربع ساعات. يبقى انتظر اربع ساعات اهوت. يبقى انا لما اجي بقول بالنسبة لي زي ما احنا قلنا. الفيرست لاين سيرابي هو. الفيرست لاين سيرابي. عندي التوبكالسترويد مش تريزا. الساكند لاين عندي الناروبان. السيرد لاين عندي الحاجات بتاعت. البيولوجيكال هتكلم عليها لسه. ربنا سألو يكون في وقت. عندي الساكروسبورين. الساكروسبورين. ممكن استخدامه كثيرد لاين. عندي هنا يعني اثناء البريجلانسي الوحيد ممكن استخدامه. لا الميسوتروكسيت ولا الاسيتريتين. اللي ممكن استخدامه هو الساكروسبورين. السستيميكسترويد زي ما احنا قلنا ممكن استخدامه في حالات الامبتايج وهيربيتيفورب بس هنا حتى بقولك ان هو في الساكند او الساكند او الساكند ريمستر اونلي. ما بستخدموش في الفيرست ريمستر خاصة عشان ما يعمليش كلفة لب او كليفت بلد يبقى ده في البريجنانت أو اللاكتيتينج كفرست لاين معتوب كالسترويد الساكند لاين عندي الناروبان الحاجات بتاعة الساكلوس بولين والحاجات بتاعة البيولوجيكال سيرابي مع استخدام السيستيميك استرويد طبعا في حالات اللي هو في حالات الامبتايجو هيربيتيفور في حالات الامبتايجو هيربيتيفور طيب لما ماجي بعد كده لاستخدام بقى السيستيميك او استخدام علاج السورايسيز بالنسبة للشايلدهود بالنسبة لعلاج السورايسيز في الشايلدهود الاساس في العلاق برضو ممكن استخدامه التوبكالسترويد او ممكن استخدامه الكالسيبوترويد استخدامه التوبكالسترويد او استخدامه الكالسيبوترويد وممكن استخدامه برضو تلك الكلام اللي هو بيقولك ان الكالسيبوترويد هو بيعتبر كفيرست لاين يعني هنا لو انا تسألت الفيرست لاين بالنسبة للشايلدهود السورايسيز اللي هو الكالسيمترون اللي هو الدائونيكس طيب لكن في حالات الفيكشران والأراضي بستخدم اللي هو التاكرو لمي Sicherheit بستخدم التاكرو لمي برضو الحاجات زي ما احنا قلن السيستامك سيرابي اللي هما الاسيت ريتين بس لو رقم واحد بالنسبة للجرناليز باستورال سورايزيس هحطوا رقم واحد اللي هو الاسيت ريتين هحطوا رقم واحد اللي هو الاسيت ريتين رقم اثنين الساكروس بورين رقم ثلاثة الميستروكسيد رقم ثلاثة الميستروكسيد يبقى ده في حالات جرناليز باستورال سورايزيس يبقى أنا عندي حالات جرناليز باستورال سورايزيس عندي أول حاجة عندي الاسيت ريتين ثاني حاجة الساكلس بورين ثالث حاجة الميسوتروكسيد عندي الإنفلوكس ما بدأ من البيولوجيك答سير بي لسا أقول scroll والساكند لاين برضو من ضمنها البوفا طبع ويتوب كالكورتيكوسترويد ويتوب كالكالسيبيترويد ده لو كان كحاجة كتريتميز مساعد لكن ده مش العلاجة الأساسي لكن كفريست لاين عندي الفريست لاين زي كل حالات السورايسز زي كل حالات السورايسز زي ما احنا قلنا اللي هو اللي هو الأسيتريتيب عندي الاسيتريتين هو الرقم واحد بالنسبة للباستوراثورايزز هو رقم واحد بالنسبة ليه الباستوراثورايزز يليه الساكولوس بورين يليه الميستروكسيت يليه الميستروكسيت لما بنيجي بقى ليه ده طبعا ده كله من الميديكال بورد بتاع الناسوراثورايزز فونديشن طيب لما باجي بالنسبة ليه الاليسترودين ميستروكسيت برضو بعالجها بساكولوس بورين واسيتريتين وميستروكسيت لكن رقم واحد هنا بقى الساكولوس بورين يبقى انا في الباستورال سورايزيس رقم واحد ايه الاسيتريتين في الاريستروديرميكسورايزيس رقم واحد عندي اللي هو الساكروسبورين رقم واحد اللي هو السايكروسبورين سايكروسبورين واضح يبقى انا عندي في الاريستروديرميكسورايزيس رقم واحد زي ما احنا شايفين الايه الساكروسبورين رقم اثنين الاسيتريتين رقم ثلاثة الميسو تروكسيد رقم ثلاثة الميسو تروكسيد طيب طيب لما باجي بقى بعالج السورايسز في سيرتين سايت يعني مثلا ادي بليك سورايسز في بوجودة على السكالب لو حالة ميلب مفروض ان انا بستخدم معاه الشامبو المحتوي على الطار او الكيتو كونازول شامبو وما ادبوها بعد كده بلوشن زي البيتنوفيت لوشن اللي هو البيتاميسازول فيلاريت 1% لوشن يبقى انا استخدم الطار لكن لو حالة سيفير وعليها سكال لازم ازيل السكال ديت ب10% ساتسيلك اسد 10% ساتسيلك اسد وغطيه ببلاستيك كاب وصيبه طول الليل وصيبه طول الليل ب10% ساتسيلك اسد لغاية ما السكال بتتشال بعد السكال ما تتشال ممكن احط برضو كريم واغطيه برضو اغطيه بيه اغطيه ببلاستيك كاب او بوشاور كاب لمدة 6 ساعات لو السكنس بتاع البلايكزي ديت قلت ممكن استخدم بعد كده اللي هو اللوشن بتاع البيتنوفيت سكال بابليكيشن او غيره النيل سورايزز بقى النيل سورايزز النيل سورايزز طبعا علاجها مشكلة من المشاكل وهو علاجها الاساسي دلوقتي هو البيولوجيكال صراحة البيولوجيكال من ضمن الحاجات اللي بتعالج بيها لكن هنا ممكن نقول لك استخدم الناروباند لمدة 6 شهور او البوفا برضو بمكن ان هو بتكون افكتف بس في عندي اللي هو الحاجات بتاع البوفا اللي هي بتكون لوكالايز البوفا لوكالايز البوفا او استخدام اللي هو اللونج تير ميروتونويد اللي هو الاسيتريتيد استخدام برضو السيستيميك ميسوتركسيت او الاسيتريتيد او انجيكشن بقى انجيكشن للنيل فولت بالكورتيكوسترويد بالكيرا كورت او بالفن اللي بتتخفف بنسبة 1 ل 10 يعني 3 ملجرام بميلليليتر طبعا بتكون بايفكتف لكن المشكلة بتكون لأنها بتكون وتكون وخاصطة لو النيل كلها متأثرة وخاصطة لو النيل كلها متأثرة طيب بالنسبة ل السيرويتك أرستريتز السيرويتك أرستريتز لو تعبتوا يا جماعة قولولي اكمل بقرأ او حاجة قولولي حد يقولي دلوقتي بالنسبة ل السيرويسز اللي بتصيب المفاصل اللي بتصيب المفاصل في منها تلت انواع فيه حاجة موجود بتكون قادرة الخاصة الغالب يقصر على الطريب فيمكن تل long those كده. بتاعت الهاند والفيد. في حتة مهمة لما لاقي فيه نيل سورايسس يا جماعة. حد ما عنده نيل سورايسس. اهم حاجة او اهم بتطلبها له بطلوب له اكس راي. بطلوب له اكس راي. شكرا. بطلوب له اكس راي. لما بطلوب له اكس راي ده. عشان اعمل اكسوكلوجن للسورياتيك عشان اعمل اكسوكلوجن. تمام. عشان اعمل اكسوكلوجن ليه. طيب ده لما باجي. لما يعني لما باجي. لو انا عملتلو افسر. بالنسبة ليه هنا. حلاقي في عنده. حلاقي فيه ايه. هنا فيها ايه? هنا تلاقي فيه ايه وبينسل انقاب ابيلنس ده نفسي بينسل انقاب ابيلنس ده في حالات السيرويتك ارسايتس في حالات السيرويتك ارسايتس طب حالات السيرويتك ارسايتس دي هعالجها ازاي مفروض ان انا بعالجها بحاجات اللي هو النانسترويدل انتي انفروماتوري النانسترويدل انتي انفروماتوري دراجز وممكن انا استخدم في حالات الفومي نيتنج ممكن استخدم معها سيستيميك سترويد او انترا ارتكولار كورتيكوسترويد ودلوقتي لو انا عندي اقدر او العيان يقدر يجيب بيولوجيكال سيرابي والبيستروكسيت هو ده من افضل حاجات بالنسبة برضو ل طيب انا عندي اللي هو الفريكشترال سورايسيس الفريكشترال سورايسيس دي مفروض ان انا ما حطش فيها كورتيكوسترويد هحط فيها ايه? هحط فيها الحاجات بتاعي التاكروليمباس او بوكروليمباس او التوبكال فيتامين دي او التوبكال فيتامين دي انالوج هندخل بعد كده ان شاء الله على البيولوجيكال سيرابي البيولوجيكال سيرابي بس قبل ما نعرف البيولوجيكال سيرابي لازم نعرف الاول الباسو جينيسيس كلمتين كده على الباسو جينيسيس الانتجن بريزن مجلسة اللي بتكون موجودة في الابيدنميس حالياندي انتجن بيعمل اكتيفيجن ليانتجن بريزن مجلسة اللي بتكون موجودة في الابيدنميس الامجيب بريزينتينج سيل لما بيحصلها اكتيفاجن بتعمل بعد كده اكتيفاجن اوف لي اتي سيل بتعمل اكتيفاجن اوف لي اتي سيل تاني الرسمة ديت انا عندي ايه ادي عندي هوا ديت ادي الانجين بريزينتينج سيل موجودة فين موجودة في الانجين بريزينتينج سيل دي اول حاجة بيحصلها اكتيفاجن لما بيحصلها اكتيفاجن بعد كده بتروح رايحة للينف نود اللينف نود هنا بتعمل اكتيفاجن لتي سيل بتعمل اكتيفاجن للتي سيل عبر ايه بقى واحد مع واحد و 2 مع 3 1 مع 1 و 2 مع 3 1 مع 1 اللي هو اللفة 1 مع الإيقام 1 السيد 2 مع اللفة 3 اللفة 1 ديت اللي هي LFA Leucocyte Function Engine Leucocyte Function Engine Leucocyte Function Engine اللفة 1 مع الإيقام 1 الإيقام 1 اللي هو الانترسيلور الادهيجن ميلكيول هنا الواحد مع الواحد وال2 مع ال3 الواحد مع الواحد وال2 مع ال3 بيحصل اكتيفيجن أوف لي التسيل لما بيحصل عندي هنا اكتيفيتد التسيل تروح متحركة فين تروح متحركة على الاندوسيليل سيل على البلوت فيزل ومنها تروح رايحة على الديرمس وبتروح رايحة على الإبيديرمس تروح رايحة على الديرمس وتروح ترايحة على الإبيديرمس هنا في الابدرمس في الابدرمس هنا بيحصلها فارزر ري اكتيفيجن تتعرض تاني للانجين وبالتالي بيحصلها اكتيفيجن تاني وبالتالي بيحصلها اكتيفيجن تاني فالاكتيفيجن تسل اللي دي بعد كده بتطلع السايتوكاين اللي هو بتاعة اتيه البروان يبقى تاني الباسوجينيس سهل بسيط ان شاء الله الانجين بريزينتينج سل اللي موجودة في الابدرمس الانجين بريزينتينج سل بيحصلها اكتيفيجن كنتيجة للانون انجين الانجين بريزينتينج سل تروح رايحة فين تروح رايحة للنفنود تعمل اكتيفيجن اوف تي سل تعمل اكتيفيجن اوف تي سل عبر ايه بقى بيحصل بايندينج بيربطه مع بعض مواصلات ايه الاستيمولاتري سيجنال وايه الاستيمولاتري سيجنال اللي بتحصل عندي الواحد مع الواحد والاثنين مع الاتلاتة اللفة واحد مع الايكام واحد السيدي اتنين مع اللفة تلاتة الاكتيفيت التيسيل دي مش هتسكت هتتحرك فين هتتحرك ناحية البلت فيزل ومنها بتتحرك للابادرمس والديرمس بيحصلها فارزر RE-Activation بيحصلها فارزر RE-Active John لما بيحصلها فارزر RE-Active John هنا التيسل اللي بقى بتطلع التيسل اللي بتطلع الايه? التيسل بتروح متلعة السايتوكاين بتاعتها. احنا قلنا لو تفتكروا الرسمة دية احنا قلناها فيه الاتوبي. وقلنا الاتوبي ادعبارة عن تي هيلبر 2 السورايسيس تي هيلبر 1 هنا الاكتيفيت التيسل دية حتطلع الحاجات السايتوكاين بتاعت تي هيلبر 1 اللي هم الانتل لوكين 2 الجاما انترفيرون الـ Human Necrosis Factor الـ Interlucine 2 الـ Human Necrosis Factor الـ Gamma Interferon الـ Gamma Interferon يبقى تاني يا جماعة تاني انا عندي اللي بيحصل ايه بالنسبة للـ Basogenesis of Theresis عندي الـ Engine Presenting Cell عندي الـ Engine Presenting Cell الـ Engine Presenting Cell اللي موجودة في الإبدرمس هيحصل لها Activation الـ Activated Antigen Presenting Cell ستعمل لـ Activation of Li ستعمل لـ Activation Li الـ T-Cell عبر ايه بيبقى في عندي ملوكرر بروتين او بروتين بتحرك ما بينهم بايند جليهم هم عندي الواحد مع الواحد الاثنين مع الثلاثة الواحد اللي هو الليكوسايد اللافة واحد مع الإيكام واحد الاثنين مع الثلاثة اللي هو CD2 مع اللافة ثلاثة مع الليكوسايد فانكشن أنجين ثلاثة طيب الـ Activated T-Cell اللي داية هتروح متحركة على البلاد فيزل ومنها على الإبدرمس ومنها على الدرمس هيحصل لها برضو هتتعرض لأراضة الأنجين هيحصل لها Activation of the T-Cell Activation للT-Cell هتطلع لي السيتوكاين بتاعة الـ T-Helper 1 هتطلع للسيتوكاين بتاعة الـ T-Helper 1 يبقى السورايسيز دا T-Helper 1 الأتوبي الأتوبي 2 T-Helper 2 زي ما احنا قلنا هنا T-Helper 1 يبقى حيطلع هيطلع الـ Interlokin 2 هيطلع الـ T-Helper 2 دا مهم قوي عشان ولا بتكلم على الـ Biological Therapy هيطلع كمان الـ Interlokin 12 وهيطلع ممكن الـ Interlokin 12 ممكن يطلع معاها لكن الـ Interlokin 2 والـ T-Helper 2 والـ T-Helper 2 ويه الـ Gamma Interferon والـ Gamma Interferon كويس عندي برضو اللي هي عندي برضو بالنسبة لي الـ الـ N-G-Presenting Selle دي الـ N-G-Presenting Selle برضو الـ N-G-Presenting Selle دي ممكن دي طلع حاجتين من اللي هو الساعة وقايم مهمين اللي هما الـ Interlokin 12 والـ Interlokin 23 الـ Interlokin 12 والـ Interlokin 23 الـ Interlokin 12 الـ Interlokin 12 والـ Interlokin 23 الـ Interlokin 12 الـ Interlokin 12 اهو زي ماحنا شايفين الرسمة دي نحفظها هنا ده الـ Interlokin 23 دي هنا الـ Interlokin هنا الـ Interlokin اتناشر اللي بيعمل لي ايه وبيطلع الانتن لوكن اتنين والجامعة انترفرون وتيومان نوكروزيس فاكتو يبقى هنا عندي الانتن لوكن اتناشر اللي هو بيطلع من الانتجين بريزينتنج سيل بيطلع من الانتجين بريزينتنج سيل غير الانتن لوكن اتناشر عندي الانتن لوكن تلاتة وعشرين الانتن لوكن تلاتة وعشرين ده في غاية الاهمية ليه? لان هو بيعمل استيمولات للانتن لوكن سبعتاشر لان هو بيطلع الانتر لوقن 17 اللي هو حنقوله وليه دوره طبعا في حالات البيولوجيكال سيرابي في حالات البيولوجيكال سيرابي في حالات البيولوجيكال سيرابي يبقى تاني يا جماعة تاني يا جماعة معلش تاني عندي الانجين بريزينتنج سيل الانجين بريزينتنج سيل هيحصل لها اكتيفيجن عندي النون انجين هتعمل لي اكتيفيجن الانجين بريزينتنج سيل الانجين بريزينتنج سيل ديك هتروح عامللي اكتيفيجن اوف لي ايه عبر البروتين اللي ستتحد معها واحد مع واحد واتنين مع ثلاثة واحد اللفة واحد مع الايكام واحد اثنين مع ثلاثة اثنين اللي هو سيد اثنين مع اللفة ثلاثة يبا حيحصل في عندي بايندجليوم حيحصل اكتبيجن اوفل التسل التسل دي هتروح متحركة على البطفيزل ومنها على الإب ديرمس ومنها على الديرمس هتتعرض تالي لاناظر اكتبيجر هتطلع السايتوكاين عندي التهيلبر 1 الانتل لوكين 2 الجامل انترفيرون الانجين برزينتنج سيلي كمان هتطلع الانتل لوكين 12 والانتل لوكين 23 الانتل لوكين 23 ده اللي هو علاقة الانتل لوكين 23 باستخدامك طبعا الانتل لوكين بيأثر على التهيلبر 17 وبيطلع الانتل لوكين 17 بيطلع الانتل لوكين 17 طيب لما باجي بتكلم بقى على البيولوجيكال سيرابي على البيولوجيكال سيرابي طيب يعني ايه بايولوجيكال سيرابي اولا يعني ايه كلمة البيولوجيكال سيرابي البيولوجيكال سيرابي ده عبارة عن بروتينز ده عبارة عن بروتين بتتعامل الوقت الذي احنا قلناه في Louboutin. الوقت الذي احنا قلناه في iration ايضا في eğراءي كذلك. في الجنس وهو بالنسبة له biologa. طيب الفيولوجี่ اللي عندي القديمة 거예요 التي احنا استخدمتها بنسبة كبيرة لا ellos عندي اللي هو في اليوم نيكروسيا فاكتور. ايه احنا منقول ايه ايه بتطلع ايه. بتطلع الجاما انترفيرون بتطلع. ايه 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 بتطلع. ايه تلاتة. اللي انهبت ايه في عندي اشهرهم هما تلاتة. اللي هو الاديلو ماب. الانفريكسي ماب. اي حاجة فيها ماب يا جماعة فيها ماب يبقى ده هومانايزد مونوكلونال انتي بودي سيبت يعني فيوجن بروتين يعني فيوجن بروتين يبقى انا عندي ايه يومان نكروزيز فاكتور الفا انهيبتور عندي القديلوماب اصبف السوق ايه يا ميرة ايضا نسبت اسمه في السوق ايه وعندي وعندي طيب يبقى تاني تاني يا جمiot اهو يبقى لاندي الاتار نسبت ده عبارة عن ايه عبارة عن فيوجن بروتين عبارة عن فيوجن بروتين الاطار نسبت عندي الادلوماب اللي هو الهوميرا الاتنين طبعا بيتاخدوا سابكوتينيس الاتنين بيتاخدوا سابكوتينيس عندي الانفليكسيماب اللي هو اسمه في السوق الريبيكان الانفليكسيماب ده بيتاخد بالانترا فينس انفيوجن بيتاخد بالانترا فينس انفيوجن طيب بيتاخد بالانترا فينس انفيوجن يبقى انا عندي لو انا قلت تيومان نكروزيس فاكتور انهيبتون عندي تلاتة الأساسيين اللي لازم أعرفهم على مستوى المصدر على الأقل عندي الأديلوماب انفليكسيماب اتارني سبت السبت ده يعني ايه يعني فيوجن بروتين اللي هو الامبريل الأديلوماب اللي هو الريوميرا الانفليكسيماب اللي بيتاخذ بالانترا فيلس انفيوجن اللي هو الريميكاد اللي هو الريميكاد طيب دولهم اللي هم ايه دولهم اللي هم النوفيس فاكتور الانفرينيس الانفرينيس و الادلومب الانفرينيس و الادلومب يتاخذوا ب سب كوتينيس الانفرينيس يتاخذ ب بيتاخذ ب اتخذ بال انترا فينس انفيوزن. طيب. يبقى انا ده عشان بس يبقى قدامكم كده لما اجي لو انا عايز اعرف ايه عندي في حاجة اسمها ده دول مجداد طبعا اللي هو والجولوميماب. وعندي بعد كده الانفليكسيماب اي ماب يا جماعة. يبقى ده مونيكروزيس فاكتور. السبتudي يعني ايه سبت اهو سبت يديت يعني فيوجين بروتين دوله ملتيوما نوكروزيس فاكتور. طيب الحاجات بقى اللي مش بيومن نوكروزيس فاكتور عندي الاستيكونيماب والسكونيماب. الاستيكونيماب والسكونيماب. احنا قلنا اي ماب يعني هو منازجة منوكرون الانتيبودي. عندي السكونيماب دة? السكونيماب دة اللي هو الهو الكوزين تيكس. اللي احنا بنستخدمه بنسبة تبيرة دولولphant. الوقتي ده اجينست الايه الانتال لوكن سيفنتين ده الاجينست الايه الانتال لوكن سيفنتين 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 امبريل. اسمه في السوق ريميكاد. اسمه في السوق ريميكاد. بعد كده عندي الاستكونيماب اجينست الانتل لوكن اتناشر. وتلاتة وعشرين والسكونيماب اللي هو اجينست الانتل لوكن سيفنتين. اللي هو اجينست الانتل لوكن سيفنتين. اجينست الانتل لوكن سيفنتين. شكرا دكتور خالد. شكرا دكتور خالد غريب. اللي هو الاستكونيماب. اسمه السوق الاستياس استياس 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 است السعودية. بتبستشفى العسكرة في السعودية واستخدمتها كتير. على ستنوة طبعا ايه الانشورانس. هنا استخدمت الكوزين تكس. هنا استخدمت ليه الكوزين تكس. طيب. عندي وصراحة الكوزين تكس بيدي نتائج سحرية. هي بس يقدر يجيبه لو مش يقدر يجيبه لو يقدر يتغطى باي شكل من الاشكال هو الكورس ممكن يكلفه في حدود سبعين الف جنيه. بس بيجيب نتائج سحرية صراحة. خاصة في السيرويتك ارس انا كنت بقول قبل كده يعني بلاش بلاش نقطر على العيان او كلام من ده. بس لما شفت نتائجه لا هو بيجيب نتائج سحرية صراحة يعني. طيب. يبقى انا عندي دلوقتي الكلام واضح يا جماعة. يبقى انا عندي دلوقتي البايولوجيكال سيروبي اللي انا حستخدمهم حاجات اجينستوتيومان نكروزيس فاكتور تلاتة. واحد. الاديلوماب. اتنين. الايطاني سب. تلاتة. تلاتة. اه الريميكات او اسمه اسمه الانفريكسيماب اللي هو اسمه الريميكات. الانفريكسيماب طبعا ده هي الوحيد اللي بتاخد به الانفيوجن لاكشن. هو اللي بيتاخد به الانفيوجن لاكشن. طيب. لما يأجي ألخص 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 كده ألخص الدوز بتاعت الحاجات مذهلة طيب نأجي بغا لأول واحد هو السكينوماب السكينوماب ذا ما إحنا قلنا الى هو الكوزين تيكس مفروض ان انا بديله يدوز هذا الحقنة بتاعته 150 ميلا جرام الحقنة بتاعته اديه 150 ميلا جرام مفروض ان انا بديله حقنتين عند الباسلين يبقى في البيز لاين بديله 300 ميلي جرام بعد كده بعد اسبوع وبعد اثنين وبعد ثلاثة يعني انا بديله اربع جرعات في اول شهر وعشان كده ده اكتر جرعة اكتر شهر ده هو اللي بيكلف هو اللي بيكلف يبقى انا بديله اللي هو الكوزين تيكس الجرعة بتاعته قد ايه 300 ميلي جرام 300 ميلي جرام البيز لاين بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد كده بكرره كل اربع اسابيع بكرره كل اربع اسابيع من الاسبوع الرابع لغاية اكمل الست شهور يعني بديله جرعة كل شهر لمدة ست شهور جرعة كل شهر لمدة ست شهور يبقى انا بديله حقنتين البيز لاين بعد اسبوع بديله حقنتين بعد اسبوعين بديله حقنتين بعد ثلاثة بديله حقنتين بعد اربعة بديله حونتين يبقى انا ادتله في اول شهر كان اربع جرعات بعد كده بكرره كل اربع اسابيع او كل شهر من الاسبوع الرابع لغاية ما بصل لالسيكس منز مفروض ان هو بيجيب نتيجة بيجيب نتيجة ان هو يقللي الباس سكور مفروض ان هو هنا بيقل الباس سكور بنسبة 75% بعد 3 شهور لو ما قلش يبقى العيان ده مفروض ان هو يبقى العيان ده يبقى ده بالنسبة بالنسبة الاديلوماب الاديلوماب اللي هو الحقنة بتاعته كل الحقنة يا جماعة بتتاخد بصاب كوتينيس زي كده زي قلم قلم كده قلم بس بتحطه على الصاي بتضغط على الصاي ببقى فيه تكتين وبتحط على الصاي مش حقنة ولا كلام ده بقلم ومنطقة البساطة العيان بيعملوا النفس فيش بيها اي مشكلة طيب الاديلوماب اللي هو بديله 80 ميلي جرام صب كوتينيس ويكلي صب كوتينيس ويكلي عندي الاحقنة وامفروض ان هو 25 ميلي جرام يابقى مفروض بيتاخد منه حقن petitين مرتين في الاسبوع لمدة 3 شهر وبعد كده مرة كل اسبوع لمدة 3 شهر مرة كل اسبوع لمدة 3 شهر اللي هو الوحيد اللي بيتاخد بالإنفيوجر بيتاخد بالإنفيوجر وعشان كده اللي هو الريميكات مفروض انه هو بيستخدم للحالات الأكيود او الحالات الأنستابل اكتر حاجة بتجيب الإنفيوجر لكن ممكن يعمل لي الدوز بتاعته 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام عند ويك زيرو وبعد كده 2 وبعد كده 6 تانية جماعة الدوز الدوز بتاعت البيولوجيكال سيرابي احنا قلنا اول حاجة الاسكينوماب الاسكينوماب ده بيشتغل اجينست ايه الانتال لوكن سيفنتين الدوز بتاعته بديله حونتين يعني 300 ميلي جرام عند البيزلاين وبعد اسبوع وبعد اثنين وبعد ثلاثة يعني بديله اربعة دوز في اول شهر بعد كده بديله الدوز بتاعته كل شهر لمدة 6 شهور لمدة اكمله الست شهور الاسكينوماب اللي هو الصاب كوتينيا سوال استيراليلا الحونة بتاعته 45 او 90 ميلي جرام في منها ممكن تتاخد 45 او ممكن ااخد الحونتين برضو كل شهر لمدة 6 شهور الاتار نسبت الاتار نسبت الامبريل الامبريل بتاعته بديله 50 ميلي جرام مرتين في الاسبوع لمدة 3 شهور بعد كده مرة في الاسبوع لمدة 3 شهور القديلوماب بديله 40 ميلي جرام بديله 40 ميلي جرام كل اسبوع الاتار نسبت ده الاتار نسبت ده او الامبريل هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن استخدمها للاطفال ممكن استخدمه الاطفال الدوز بتاعته بتاعت الامبريل اللي قد ايه 8 من 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام 8 من 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام الانفليكسي ماب هو اللي بيتاخد به الانفيوجن بيتاخد بالانفيوجن بجرعة 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام طيب يبقى اهم حاجة في البيولوجيكال سيرابي ديت جالي العيان اللاب اللي أنا ممكن اطلبهه للبيولوجيكال سيرابي اكتر حاجة ممكن اطلبه له واحد البي بي دي يبقى انا اطلب له الحاجات بتاعة التي بي اهم حاجة اكسوكلوجيان او ممكن اعمل له اكس ري على الشيست يعني اعمل له اكسوكلوجيان للتي بي طبعا اعمل له اعمل له رينال فانكشن اعمل له هباطاية السي اعمل له هباطاية ده المفروض يتعامل هيباطاية السي هيباطاية السبي الكلام بيقول انه هو حتى وعيان ده كارير اللي هي الهباطاية السي ممكن استخدمه لكن هيباطاية السبي لأ لكن بالنسبة للهباطاية السبي لأ ده بالنسبة للبيولوجيكال سيرابي بشكل عاد طيب يبانا عندي اجينست التى يومن نكروسس فاكتور 3 انا نسهمش الي هم الاديلوماب الي هو الهوميرا عندي الاترني سيبت الي هو الامبريل عندي الوحيد الي تاخد بينترافيناس انفيوجن الي هو الريميكاد الي هو الانفلكسي ماب بعد كده عندي الاسكنوماب اللي هو الكوزين تيكس اللي هو أجينس الانتالوكن سيفنتين ما ننساش الدوز بتاعته ما ننساش الدوز بتاعته مع الاستكنوماب اللي هو الاستلارة طيب في بعض الحاجات لازم أعرفها برضو بالنسبة للبارولوجيكا السيربي أهم نقطة في البارولوجيكا السيربي بخاف منها هو حدوث الانفكشن هو حدوث الانفكشن عشان كده بيقولك لو انت بتستخدم سيستيمك سيربي سواء كان ساكرسبورين أو أستريتين لازم أنتظر شهر على الأقل عشان أبدأ بيولوجيكا السيربي عشان أبدأ بيولوجيكا السيربي لكن الوحيد اللي ممكن أستخدمه معاه الميستروكسيت برضو ممكن أستخدم معاه الناروبان ممكن أستخدم معاه الناروبان ممكن أستخدم معاه الناروبان طبعا كاستخدام البيولوجيكا السيربي مفروض انه لو فيه سيفير كيزيس أو في حاجات بتكون كونترا اندكيتل اللي أنا أستخدم الميستروكسيت أو الساكرسبورين هو مشكلة البيولوجيكال طبعا في سعره كونتر انديكيت ان انا استخدم الميسل تروكسيت او ساكولوس بورن او الاستريتين ممكن استخدم البيولوجيكال السربي وبخاصة اللي هو اثر برضو ساكولوجيكالي بعض الناس ممكن ان هو بيبقى في حالات بيكون موجود مثلا في الهند بيكون موجود في الفيس فعشان كده الحوال ديت لازم استخدم معاه البيولوجيكال السربي حتى لو الليجين عندي بس في حتة ليلة ممكن استخدم البيولوجيكا. زي ما احنا قلنا مشكلة البيولوجيكا طبعا في سعره. مشكلة البيولوجيكا في سعره. لكن بالنسبة لي بتاعته مقاراة بالسيستيمك سيرابي تعتبر نيل. تعتبر نيل طبعا. طيب. بعض الحاجات برضو اللازم اعرفها ان انا لو العيان ده هياخد هياخد لايف اتنويتد لازم انتظر. لايف اتنويتد يبقى انا لايف اتنويتد ما ادهوش ولا بديله البيولوجيكا السيرابي ما ادهوش. وانا بديله البيولوجيكا السيرابي او بعد ما بطله بgestة شهر. لو العيان ده داخل على العملية. لو العيان داخل على العملية لازم اوقفله لازم اقفله برضو البيولوجيكا السيرابي لأنه هو بيتبقى عنده عرضة لحدوث الانفكشن طبعا بالنسبة ليه بالنسبة للميجور اوبريشن استخدامه بالنسبة للأطفال الدوز بتاعته من تمن سنين يعني من تمن سنين مفروض ان نستخدم هو الاترنساب 8 من 10 ميلي جرام ويكلي 8 من 10 ميلي جرام ويكلي طبعا البركنانسي مفروض ان انت افويدت هو واللاكتيشن وغيره لا بد ان هو افويدت كمان ممكن انه بيأثر على في بعض الاحوال ممكن انه بيأثر على الاسبير امتى بقى بوقفه لو حصل طبعا طبعا سيريا السايد افكت واهمها حدوث للماليجنانسي لو حصل لقدر الله ماليجنانسي او غيره او لو حصل طبعا انت او حصل او العيان عايز ادخله عملية لازم يقف عشان ده عرضة يبقى انا عندي معلش للموضوع يا جماعة اللي احنا قلناه اولا عندي اتكلمت على فيها ممكن انها بتخش مع ممكن انها بتخش مع ممكن انها بتخش مع عندي جيوغرافيك تانج جيوغرافيك تانج ده ده عبارة عن الارثمة تسباتش هو الارثمة تسباتش هو هنا الارثمة تسباتش وعندي ايه طبعا ممكن ان هي بتخش مع حالات البيتريزيس لايكونو دي كرونيكا والاريستروديرميك سورايزيس ده من اخطر حاجات اللي انه ممكن نوابع معها زيادة في الكارديك او ربوت يحصل معها ديهايدريشن ويحصل معها هايبو بروتينيميا وبيعمل لي اديمة حالات الباستورال سورايزيس عندي جناليز باستورال سورايزيس اوف فون زومبو علاق في عندي سترايل باستيول على ارثمة تسبيس معها فيبا معها ماليز ممكن انها بتأثر على النيل وبتعمل لي اكرو درماطايتس كونتينوى اوف هالبو الحاجات اللي بتخش معها اهمهم اللي هو الساب كوني الباستورال درماطوزيس اللي هو الساب كوني الباستورال درماطوزيس بنسبة للتريتمنت اوبشن في حالات بريجنانسي واللاكتيشن عندي جا ما احنا قلنا مشتريزر وتبقى الكورتيكوسترويد ده ده الموشتريزر وتبقى الكورتيكوسترويد الساكند لاين عندي النروباند والساكند لاين عندي الحاجات بتاعة البيولوجيكال مع السايكلوس بولين حالات البيولوجيكال والسايكلوس بولين وانا بستخدم البيولوجيكال سيرابي وانا بستخدم البيولوجيكال سيرابي مفروض ان هو لو العيان ده خد بنسب كبيرة بوفا اكتر من 200 يعني 200 سجن من البوفا او اكتر من 350 وخمسين الناروباند. مفروض ما ادقوش. لان هو بيكون عرضة لحدوث للماليجنانسي. وخاصة مع استخدام مع استخدام للسايكلو سبورين. وبالنسبة لبرضو الميسوتروكسيت والاسيت ريتين. الميسوتروكسيت والاسيت ريتين والسايكلو سبورين. الميسوتروكسيت الدوز بتاعته من اتنين من عشرة لاربعة من عشرة ميلي جرام لكل كيلو جرام. مفروض ان انا بعملو كدني فانكشون والسي بي سي. الاسيت ريتين اهم حاجة بعملو الكوليسترول والترايجل سرائل مع الليفر فانكشن والكدني فانكشن. السايكلو سبورون اهم حاجة بعملو الرينا الفانكشن وبعملو البردريشن. شكرا لكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.